موسيقى يسعد مساكم امتياز يفوق اي كلمة تصف المشاعر بانه الله بيعطينا الفرصة انه نخدم مع بعض البعض وخاصة عندما تكون الخدمة تعتمد مباشرة على قراءات ثابتة وواضحة من الكتاب المقدس الاخ اسعد قرأ لنا مقطع من انجيل الرب يسوع المسيح حسب البشير لوقا لاصحاح الثاني عشر اعداد 22 الى اربعة او 33 وهي ستكون الاساس للخدمة هذا المساء خلونا مع بعضنا نبدأ بصلاة قصيرة يا رب مهما تمكنت من استخدام المفردات وتقديم اللغة كل فارغ طبل فاضي اذا لم يأتي المحتوى بتصديق الكلمة والايمان بها والثقة بها لذلك بناء على هذا التجه اسألك ان تبارك كل ما يخرج من فمي وان يكون له النفع الروحي لنا جميعا كل ذلك على الدوام بالثقة والرجاء بالمسيح يسوع اقول امين الحقيقة هذا المقطع اللي قرأنا ما بتدشي اي توضيح سهل جدا الكراءة الحديث تركز على تقلكوش اذا بنتابع حياتنا على صعيد كل يوم نجد انه في عنا توتر في عنا قلق بنقلك على الصغيرة وبنقلك على الكبيرة وغالبا نتيجة هذا القلق اللي بيفسد علينا مقدرتنا على التفكير الواضح وعلى الوصول الى الهدف ونادرا نادرا ما بنتعلم من اخطائنا هنا موعظة الجبل مقطع هام جدا في الكتاب المقدس والموعظة هاي تحدثت عن خصائص وصفات الناس الذين سيأتون ويدخلون الى ملكة السماوات ومؤهلاتها لا تتعلق بمقدرة الانسان ولا مواهبه ولا استعداده كلها بوضوح اعطيت لنا المقطع الاول من الكراءة هذا المساء تبدأ بتحذير الرب يسوع يبدأ يحذر وهذا التحذير اجا بعد ما تحدث عن رياء الكتبة والفرسيين التحذير انتبهوا ان تقعوا في فخ الجهالة الطمع القلق وكل الصفات السلبية هاي لذلك بدأ قائلا احذروا لهذا السبب احذروا من كل كل ذلك وتأكدوا ان حياتكم حياة كل واحد مننا لا تكمن في وفرة ما يملك لاحظوا بعكس ما بنعيش هذا التحذير لانه في معظم طرق حياتنا بنعرف حياتنا بنقدم انفسنا باسماء بعنوان في مركز ثراء في بيت في نسب في حسب الى اخره بنقدم حياتنا بناء على هذه الاشياء واللي احنا بنعرف انها زائلة لكن الرب يسوع يقول لنا حياتكم لا تكمن في وفرة الموجود المرئي لكم تكمن في اعظم من ذلك وعطاهم مثال مثال مين المزارع شوفوا هالكلمتين اللي مع بعضهم الغني الأحمق شو بيقول اثبتت خطط هذا الغني لتخزين ثروته حتى يتمكن من تقاعد مريح انا حماقة ليش لانه روحه ستسلب منه تلك الليلة انا تقاعدة سنة 2019 كلمة التقاعد بتعني الي اشياء كثيرة واذ دي اتحقق على الدوام مثل سفر الجامعة كل شيء تحت الشمس باطل وقبض الريح شووط التقاعد لازم يكون معك فلوس كذا لازم يكون عندك بديل شوودك تعمل للتقاعد لازم يكون عندك راتب التقاعد لي كذا وكذا وقائمة طويلة على الأماكن اللي تروح عليها والأشياء اللي تعملها واذ بالحال ينتهي انه كل اللي بتفكر فيه قد يسمح الله ان لا يتحقق اطلاقا فهذا بتركني انا مثل هذا الغني الغبي الغني الجاهل طبعا ندرك احنا كمسيحيين مؤمنين بانه الرب يسوع لا ينهينا عن انه نحضر ونكون جاهزين او نكون نخطط ولكنه بكلمات واضحة يشجعنا ان لا نعتمد على فهمنا وعلى خططنا ونصر عليها في يعقوب اسحاح اربعة اعداد 13 الى 17 قراءة رائعة بالقول هلموا الان ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى المدينة او تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح انتم الذين لتعرفون امر الغد لانه ما هي حياتكم ما هي حياتكم يستمر في انه يعطي الجواب انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل فعوضا عن ذلك يقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم وينهي بتحذير اخر كل افتخار مثل هذا رديء رديء فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل بذلك يرتكب خطيئة تحذير واضح اذا الوصية المحددة احبائي لا داعي للقلق لا داعي للقلق في الروح ولا داعي للقلق من اجل اعمال الجسد الحياة الروح احنا بنعرف انها اكثر من وظيفة بيولوجية اكثر من اكل الشرب وملابس لاخره الحياة بتضمن مشاعر تضمن افكار تضمن شهوات ورغبات تضمن ارادة انسان واشياء معقدة اخرى سأشارك معاكم سبعة مبادئ وستكون قصيرة في كل واحد منها الرب يسوع يريدنا من خلال هذا المقطع ان نعي ونهتم ونؤمن بها الاولى القلق تعريفوا شو معنى القلق القلق هو عادة الاهتمام المبالغ به بشيء او بخطر محتمل او سوء حظ ممكن يحدث ممكن ما يحدث ولكن مندفع ثمن هائل الى بسبب التوتر المسبق طبعا لا يمنع انه نخطط لا يمنع انه نحضر ما بدرش في الصبح لما بدي اطلع الشغل افكر شو القطعة الملابس اللي بدي احطها على جسدي او الطعام اللي اقدمه لنفسي او لاطفالي ولكن كثير من الاحيان نتوتر على ذلك الموضوع ويصبح موضوع شو البس بس واطلع في اليوم للشغل يصبح موضوع قلق واحيانا يسبب لبعضنا تردد ربما يلبس ويمشي للباب ويرجع لانه مش متأكد انه سيكون محضر امام الناس مرضي للناس القلق بيخنق الانسان ويحول دون تقدمه الى الامام لانه بظل جاعله بيخليه مشغول يتخبط في هذه الاشياء العقل لما يكون مشغول بالحالات الطارئة والعواطف المضطربة والرغبات هاي شو بيقدي مش بس انه بتغلب في نهاره وبتعثر في مسيره وانما بيحرم نفسه من القدرة على تخطيط لخطوات تأتي لاحقا قدما الى الامام في جملة شفتها انبسطت عليها بتقول لا يفرغ القلق الغد من احزانه بل يفرغ هذا اليوم من امكانية ان يكون افراح وتعلم الرب يسوع الكلام هذا بيقوله مش بس لفئة معينة من الناس بيقولها للجميع بيقولها للفقير وبيقولها للغني الفقير بتلاقيه احيانا مضطرب شو بديه يعمل كي بديه ياكل وين يروح الى اخره وليس وحده عايش بالتوتر والقلق وانما الغني ايضا بيخاف انه الاشياء اللي معاه مش رح تكفيه او الناس اللي هو بده يبهرهم ويعجبهم مش رحين يقدموا هذا المديح الى الاخره الجميع من بيقلق في اشياء احيانا قلق ضروري انه الانسان يكون حريص طالب بحضر الامتحان جزء من القلق المعقول ضروري مشان الطالب ما يتكسلش يقوم بالاستعداد للامتحان اما انه الطالب القلق تبعه يحول دون انه يركز على دراسته لا بيعرف ينام لا بياكل مثل الناس ولما يجي وقت الانتحان قد يدفع الثمان بانه مش جاهز الانتحان اثنين الحاجة الى الطعام شو بنا ناكل المقطع اللي كرق امامنا الرب يسوع استخدم في طيور السماء واستخدم بشكل خاص طائر الحقيقة يوصف انه طائر بغيض اللي هو الغراب حتى لدرجة انه في بعض الثقافات ما زالت ترف الغراب الشؤم ومع ذلك هذا الرب العظيم الكريم يؤمن لهذا الغراب الطعام ولكن هذا لا يعني ان الغراب لا يستمر في الطيران يبحث عن الطعام الطعام قد وفروا الله بطريقة خاصة حتى هذا الغراب والطيور الاخرى وكل المخلوقات تجد طعامها في الانتظار مزمور 147 عدد 9 بقول جملة جميلة لنا احنا كمسيحيين اللي هي سبب ترنم للرب وشكره بقول الرب يعطي يعطي البهائم طعامها والصغار الغربان التي تصرخ ما بتركش ولا واحد مننا بفرصة ان يجد ما هو بحاجة اليه فاذا اذا كان الله بعظيم مراحم وبيعتني بالغراب وبيعتني بالطيور الاخرى وبالحيوانات وبالاناس على كافة ربوع الكرة الارضية كيف انه الواحد مننا يقع في فخر قلق ويقول انا مش رايح يصلني هذا الشيء او مش رايح يكفيني الى اخره فاحيانا هذا قد يدفع بعض الناس الى اليأس المؤمن في قلبه يقول يا رب اعطيني الدراية والحكمة اني اكون مجتهد في حياتي وانا انت قدم لي الدرب حتى امشي لكن بولوصي الرسول في رسالة الثانية الى تسالونيكي اصحاح ثلاث اعداد عشرة الاثناث شوف شو بيقول اذا بيوبخ الناس اللي بدهم يعتمدوا على هيك مقولة وظلوا كسالة ويتعمدوا الانسحاب والهامشية شو بيقول اذا كان احد لا يعمل فلا يأكل لاننا نسمع ان البعض منكم يعيشون حياة غير منضبطة ولا يقومون باي عمل على الاطلاق بل يتصرفون فوق مثل الفضوليين الان نوصي هؤلاء الاشخاص الله ما بيحذرنا وبتركنا بدون الحل بدون التوجيه شوف شو بيقول على لسان القديس بطرس نوصي هؤلاء الاشخاص ونحثهم في الرب يسوع المسيح على العمل بطريقة هادئة لأكل خبزهم اشكرك يا الله اشكرك الرب يسوع لا يسمح لنا ان نتوقف عن العمل ولكن يأمرنا ان نتوقف عن القلق اثناء عملنا المبدأ الثالث هو القلق وضعفه على اجراء تغيير في حياتنا يعني كثير مرات حتى في شغلي لما واحد يحكي يسأل سؤال بيجيك حيانا تجواب فيه تذمر لكن كثير من العقلاء شوف شو بيجاوب تسأله بتقول له مثلا كيف نهارك تقول لك جيد المسيحي بايمانه الممتلئ بثقة الحمد لله ممكن جدا ان هذا الشخص اللي يعطي هذا الجواب ما يكونش مبسوط وربما عثر في حياته او في مرض او بينتظر في اخبار صعبة ومع ذلك يقول اشكر الله الآن تعرف ليش لانه فرجيني واحد في الكون كله تذمر وقلق وعمل فرقا في حياته مهما اتذمرت وقلقت على الامور ما بتغيرش الرب يسوع شو بيقول هنا القلق لن يضيف ساعة واحدة إلى فترة حياتنا ولا يضيف ذراع واحد في مشوار حياتنا اذا ما فيش نفع من القلق ليش بنظل قليقيين ليش بنظل توتر اليس هذا مؤشر خطير على انه ثقتنا ورجاءنا في الله مهزوزة ومحدودة نعاود النظر فيه التفكير شوفوا من ناحية علمية القلق شو بيسبب لجسد الإنساني وانتبهوا لهذه الكلمات القلق يؤدي إلى تغيير إفرازات الهرمونات في الجسد الإنساني بيضعف الشهية يفسد الهضم بيؤدي إلى اضطرابات في النوم بيهيج الإنسان في تصرفه بيضعف تفكير تفكير الإنسان العقل بيشويه سمعة الإنسان وشخصيته أمام الآخرين بيستنزف قوة الجسدية ويهيي الجسد إلى الأمراض يا ما خمسة ثمانين بالمية من الأمراض اللي احنا بنعيشها يصفوها بأنها أسباب توتر أسباب النفسية وقلق إذا بندرك هذا الكلام وين حلولنا ليس في الدواء اللي بتاخد دواء مجيساعدك 10% و90% بسبب إلو أضرار جانبية المسيحي الذي يثق بالرجاء في إلهه يعود إلى الله ويقول يا رب ساعدني أنا أواجه هذا التحدي بدونك لا أستطيع أن أعمل شيء ولكن أعرف أنه أنت اللي بدك تمشيني وتساعدني أني أتغلب على توتري وقلقي سواء على صحتي على أولادي على تجارتي على علاقتي إلى آخره المبدأ الرابع تحدث عن الملك سليمان والبهجة والجمال بنحب نلبس ملابس جميلة بنحب نسوق سيارات كويسة إلى آخره بنحب الموضة في الأعداد 27 و28 من لوقة 12 اللي تمت قراءته بيقول تأملوا الزنابق أو فيها معنى سوسا كمان تأملوا الزنابق كيف تنمو لا تتعب ولا تغسل وأقول لكم حتى سليمان في كل أمجاده كان يلبس مثال واحد من هؤلاء هل يستطيع أنه يعمل مثلها ويلبس مثلها؟ الله هو الذي يلبسنا يلبس الطبيعة أحبائي أنا من فلسطين في شهر أربعة نهاية شهر ثلاث حتى أواصل شهر أربعة الخروج إلى التلال يشوف الربيع ويشوف الورد البري ويشوف الزهور الجميلة ما علي إلا يتأمل في الطبيعة ويقول يا من أعطيت أشكرك يا الله على عظيم صنائعك اللي منكم راح على بامف ولا ليك لويس ولا بينزل بجانب النهر عنا الله خلق جمال لا يستطع الإنسان أن يخلقه الإنسان اللي أفسد على نفسه أن يستمتع بهذا الجمال فيارب لما أنت تزيل التوتر والقلق من صدري أنا راح أشوف هذا الجمال وأمجد اسمك هذا اهتمام عظيم لنا إحنا بديش تعلق كثير على صلوكنا الإنساني ولكن أكيد كل واحد مننا إذا مش نفسه بأرف آخرين تيجي مناسبات في عرص في تخرج في زيارة بجوز عندنا قطع ملابس رائعة جدا وجميلة ولكن مش راضين عنها لأنه بجوز لبسناها قبل شهر وحد شافها كيف يشوفني مرة ثانية في هذا الحفلة بنروح بنسترف مصاري أكتر من قدرتنا حتى نظهر بمظاهر والشغل بتاخد دقائق وبتنتهي وربما الديون اللي دفعناها تستاخد أوقات حتى ندفعها معلش في أغنية بيقدر يشتروا بيقدر يشتروا ملابس فاخرة مرة عملت مقابلة مع واحد بسوي بدلات للأويلرز وكل البريميرز في المدينة واحد لبناني بتجوز بعضكم بيقرفه كاللي بسوي بدلات بتوصل ثمانية وعشر ألاف دولار في ناس بتقدر تشتريها مبروك عليكم ولكن أحبائي نهاية البدل شو هي وهدولة كل ما زداد ثراء الإنسان كل ما زداد تبجحه إيه بدي وحده بتكفيش السيارة هذي ما بتنفعنيش بنبدل أملاكنا إلى آخره أليس فيما قرأنا تحذير واضح لنا أن لا يكون هذا كنزنا اللي هو آخر ما بدأ بتحكي عنه كمان شوي هذا الكلام لنا جميعا ولكن بشكل خاص للناس اللي عندهم ما قدر يعطون شوفي شو بيقول أن نفشل في أن نكون شاكرين هو خطيئة خطيئة الجحود كميش نشكر الله على الوفرة اللي عندنا عديد مننا بدخل على محل بيشتري أكل مثل ما بده بيشتري بدلي بيشتري سيارة بيشتري آخره عديد مننا هل حقيقة أسجد إلى الله وأقول أشكرك يا الله لأنك وفرت لي هذه الراحة ويزيد على ذلك فوق استحقاقي فوق استحقاقي لأنه البديل شو بيصير بيهمني جدا أشوف رأي الناس شو بلبس شو بأكل شو بأسوه في العزومي شو بأسوه بالعرش ابني أو بنتي وعده القائمة طويلة القلب الشاكر ضروري جدا من ما يطلبه الله فينا والقلب الشاكر يأتي ليس فقط باللسان وإنما بالسلوك ولما نشكر الله بلساننا ونشكر الله بسلوكنا مين حوالينا في العمل ناس بتشوفنا أولادنا وبناتنا حوالينا جيراننا أقاربنا إلى آخره نصبح المثال لهم شوف شو بيقول في تمثاوس الأولى عدد صحاح ستة وعدد واحد بيقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما يا ربي لما أنا أقرأ مثل هيك شي شو بشعر بالخزي والعار ولكن بعود إلى الله بقول أشكرك على أنك وفرتي أكثر من استحقاقي وأطلب كما أشجع الآخرين أن يطلبوا ما سأتحدث عنه قريبا وهو أنه أنا أكون سبب خير وبركي في حياة آخرين مبدأ آخر تدبير الله تدبير الله في حياتنا في عدد 32 شو بيقول رب يسوع لا تخف أيها القطيع القطيع الآن بتحدث إلى تلاميذ والعداد القليل ولكن من خلاله يتحدث لنا جميعا لا تخف أيها القطيع لأن أباك قد اختار بسرور ليعطيك إيش الملكوت ما قلش يعطيك وفرة الحاجات الأرضية لأنه الرب يعرف مش إحنا لابدنا يعرف حاجتنا مزمور لما نقول تدبير المزمير غنية جدا ومرجع أخرى في الكتاب المقدس تتحدث على أن الله هو الراعي يرعانا مزمور 23 يتحدث على الرب راعية مزمور 28 بيقول سمع أحد أعداد سمع صوت تضرعي هو عزي وترسي وعليه التكل قلبي مزمور 78 عدد 70 بيقول اختار عبده داود وأخذه من حضائر الغنم مشان إيش يرعى شعبه يرعى يعقوب شعبه مزمور 79 عدد 13 بيقول نحن شعبك في الترليمي وغنم مرعاك وغنم رعايتك مزمور 100 بيقول الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه تدبير الله الله لما يعطي إنسان بمهمة الراعي احنا بنعرف صفات الراعي وممكن جدا نسوي خدمي خاصة على الراعي الراعي اللي بيفدي نفسه من أجل القطيع ويفدي نفسه ليس بجهالة وليس بسذاجة وإنما يدرك تماما عظمة العطاء عظمة التضحية هنا يصبح المسيح في عطاءه لا يماثل أي عطاء ويصبح الراعي الأمثل والأكمل وأخيرا أحبائي المقطع يتحدث عن وين نحط كنز كنزنا شو بيقول الأعداد ثلاثة ثلاثين واربعة ثلاثين الكرأة بيعوا ما لكم هنا الثمن القاسي اللي المسيحي لازم ينتبه بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب سارك ولا يبلي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا الرب يسوع هنا يضع ثقة الإنسان على المحق يعني بمعنى بوضوح أين ثقتك العدد هذا أو العددين ما بتحدثوا على أنه لازم تحرم حالك وما يكونش إليك وفرة نشكر الله في ناس هناك تمكنوا من الوصول إلى مراكز متعددي وكوفئوا مديا وكوفئوا ثنايا ومديح في الأرض ولكن بسبب إيمانهم لم يفقدوا المعرفة أين كنزهم كنزهم هو في السماء لا نأخذ الرب يسوع يقول تأخذش ما أقوله هون كشرط أن تفقر نفسك عد بركاتك بركاته الرب يعدد شاكرا نعم الرب هو اللي بيعطينا وبيشجعنا نعرف وين كنز تبعه أخيرا الجملة هذي ببساطة بتقول موقع كنزك بيكشف عن ثلاثة أشياء موقع الكنز ثلاثة أشياء وين قلبك وين بتنفق أموالك وين بتقضي أوقاتك وأخيرا ما تقلق من أجله وبشأنه بإمكاني أخدع كل الناس لكن لا أستطيع أن أخدع إلهي إذا حقيقة أنا متوتر على فلوسي على أولادي على كنيسة توتر لا نفع فيه فلا يمكن إخفاء أمام الله فمهما كان سبب القلق أحبائي كل واحد منكم طبعا أنا منكم كل واحد مننا الرب بيسمح إله في حياته يحمل صليب ساعدنا يا رب على حمل صليبنا الصغير لأنك أنت من حملت أعظم صليب فكيف أنا بحق لي أقلق على الصغيرات اللي مهما جمعت في حياتي ستأخذ مني وفي النهاية أنت مانح الحياة التي لا أستطيع أن أمنحها لنفسي فإلى هذا الإله أعود وأقول يا رب شكرا لأنك عطيتنا حياة شكرا لأنك عطيتنا أناس قديسين فيما وسطنا بنخدم معدنا البعض ورسالة هذه الكنيسة المستمرة شكرا يا الله حتى من خلال الإلكترونيات الكلمة تصل إلى أناس بتسمعوا علينا أو بكرعوا وشو بنكتب يا رب كل شي بطلع من داخلنا خلي يكون صادق وأمين حتى نكون إحنا الشهداء إنكو الشهود لسا الشهداء نكون الشهود على إنه العظائم اللي أعطيتنا إياها هي بركات اللامتناهية ومن أجل ذلك لا أريد القلق إلهي خذ القلق مني أنا أضعه تحت رجليك أضعه على الصليب وأريد أن تكون كل طاقتي لخدمتك وخدمتك خدمة الناس اللي حولي خدمة كنيستي كل ذلك بثقة وعجاء على الدوام دون انتقاص بإسم المسيح أمين ترجمة نانسي قنقر